اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بحاجاته وإلا قد يكون باقتراض محرم أو ما إلى ذلك المهم أن التامين عند الحاجة فلا بأس به كأن يكون إنسان راتب ولا يغطي حوائج الصحية كأن لا يشمله مثلا شفاء أو معالجة حكومية أو أي جهة من الجهات التي تتولى علاج الناس عند ذلك هو محتاج وهذه الحاجة تشبه أن تكون ضرورة لا سيما في هذا العصر الذي قد يكون مراجعة طبيب واحد تنهك نصف الراتب لأصحاب الرواتب المتدنية طيب الآن فيما يتعلق بالتأمين الصحي فضلية الشيخ الآن فيه إلزام نظاما لما يعد هو الحق مصلحة للموظفين إلزام للمؤسسات وكذا أن تؤمن صحيا على موظفيها طيب فإذا أملت علي الجهة التي أعمل فيها هل من حقي أن أستفيد من هذا التأمين هذا أنا لا أرى فيه بأس إذا كان يؤمن عليك جهة العمل يجوز أن تستعمل هذا التأمين وهذا ما كان يفتي به شيخنا محمد العثيم الرحيم وعلى الله فإذا كانت الجهة هي التي وفرت لك هذا العطاء فلا حرج عليك في الانتفاع به لأنه في هذه الحال الحقيقة أنه ليش التأمين محرم من شيخ مسعود سؤال لماذا قال المتحريب التأمين محرم قالوا لأنه عقد غرر أن تبذل مثلا 700 ريال على المثال الذي ذكرت قد تفوز بعشرة ألاف لأنه عندك عملية وقد ما تحتاج تمر السنة أو الشهر وانت ما راجعتم فلما كان هناك في العقد غرر حتى في تصنيف كتب القانون الوضعي المعاصر يصنفونه ضمن عقود القمار العقود التي فيها غرر بين غنم وغرر لكن الغرر معلوم أنه ليس محرما في كل الأحوال بل هناك استثناءات ومن الاستثناءات قيام الحاجة فإنه إذا قامت الحاجة يجوز عند ذلك الغرر إعمالا بأن الحاجة أن تحريم الغرر هو من المحرمات التي ورد فيها استثناءات كثيرة إذ أنه لا يمكن إعمال العموم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وإلا لما صح عقد من العقود إذ إن العقود في مجملها تحتوي على جزء من الجهالة لكن هذه الجهالة إما أن تكون يسيرة فلا تؤثر وإما أن تكون مما تدعي إليه الحاجة فلا تؤثر وإذن الحديث بقيه فيما يتعلق باستثناءات ما يحرم من الغرر فإذن أختنا نورة الآن بناء على هذا الكلام لو راحت وأمنت لها ذلك نعم إذا كانت محتاجة إذا هي محتاجة ترجمة نانسي قنقر